الهلال السعودي دخل موسوع الجنس للأرقام القياسية شاء من شاء وأبى من أبى اللي يعترض يعترض واللي موافق موافق واللي يصدق يصدق واللي مش عاوز يصدق ما يصدقش الهلال السعودي قلص دخل موسوع الجنس للأرقام القياسية بتسجيل 29 انتصار متتالي ولسه مصيرة الانتصارات قادمة إن شاء الله بإذن الله وفي الاكتر يعني بتشجع الهلال ما بتشجعش الهلال الهلال دخل موسوع الجنس رضا عبد العال يقول اصل الدور السعودي في مشاكل والدور السعودي مش قوي دي كلامه هو محمد شبانة يقولك اصل الهلال ما قابلش النادي الاهل المصري حتى تانية خليك لوحدك دلوقتي محمود ابو الدهب يقولك اصل النادي الاهل المصري اقوى من اندية السعودية ده كلام ده الهلال دخل موسوع الجنس وخلص الموضوع صح السلام عليكم جديدة في الاتحاد جاية مرسلو جويردو اشتغل صح مع ادارة نادي الاتحاد وإحنا داخلين على مجموعة صفقات نارية في نادي الاتحاد الموسم القادم يتم الاستعداد لها من الآن نادي الاتحاد عمل يعني فيه كلام على جناح ايصر وجناح ايمن يعني نادي الاتحاد موضوعنا محمد صلاح هيجي الاتحاد ولا هيجي الهلال ممكن ما يكون شاغل مرسلو جويردو بشكل كبير جدا لان هو محتاج سرعات محتاج لعيبة صغيرة السن اللعيبة اللي هو بيتطفق عليها في الوقت الحالي زائد حارس مرمى مميز لجاي لنادي الاتحاد ده الشغل الجد ده الشغل اللي انا هشوف فيه الاتحاد بينافس الهلال ان شاء الله بإذن الله يبقى فيه منافسة قوية ونادي القادسية نادي جاي من بعيد القادسية نادي الصحف العالمية بتتكلم عليه من الآن لسه في الدرجة الاولى وصاعد الى دور روشن السعودي السنة الجاية ان شاء الله بإذن الله هو متصدر وعمل ناتيك كبارة وفيه نجوم يعني انت بتتخيلهاش فاندي كبيرة نادي القادسية مليء بالنجوم الكبار فانت داخل على مطحنة قروية فريق جاي بيقولك انا قادم للمنافسة الحقيقية وعمل عدة انتصارات ده لو موجود مثلا في دور روشن او في الدوريات الكبرى او الدوريات مثلا الاولى الاساسية ده هيخش موسوع الجنس بالنتاج اللي هو بيحققها وبالاداء اللي هو بيعمله فريق منظم قوي فريق كبير بشكل بشكل جيد جدا فريق بيلعب كورة هتتفرج السنة الجاية مطحنة جديدة هتلاقي المنافسة في دوري روشن السعودي الموسم اللي جاي ما بين الهلال والاتحاد والقادسية والناصر والاهلي هيبقى من مطحر والاتفاق بقى يعمل شوية شغل بقى عنده منظمين زائد الشباب لان الشباب في موقف مش جيد هذا الموسم وغير متوقع من نادي الشباب السعودي فانت الموسم الجاي هتدخل في مفرمة القطع التاني بقى اللي احنا بدأنا بيها الفيديو واتكلمنا عنها ان الهلالة جماعة دخل موسوع الجنس هتصدق الكلام ما تصدقوش ما تصدقوش فيه احتراطات ما بينه مؤيد والواحد الناس متطفقة يعني انا دلوقتي لما افتح كده فترة بفترات لقيت ان الاعلام كله العالمي الخاص بالرياضة وغير رياضة بيتكلم عن النادي الهلال السعودي بيحقق ارقام قياسية وبعدين الناس اتفرجت فلقيت ان الهلال فارق في الاداء بتاعه ايه اللي بيعجبك في قرط الهلال التماسك وان في كل مركز محطوط اللعيب المناسب وفي الوقت المناسب زائد ان انت عندك مدير فني بيشتغل بشكل جاد وشكل ومنظم اوي وشكل ومنظم اوي زائد يا جماعة انت ممكن تختلف في اشياء لما زي ما الاختلافات اللي بتحصل دي التحكمية الحالات التحكمية الحالات التحكمية هتلاقي في واحد يقول لك الكرة دي فيها لمسة يد ما فيهاش لمسة يد وتتحسب وما تحسبش وفيه قوانين محطوطة لكرة القدم فيه قوانين محطوطة في كرة القدم وعايز اقول لك ان الدور السعودي اقوى يعني لازم اي حاجة ما يخشه يخاف المستوى اللي وصل ليه الدور السعودي والشغف الجماهيري والشغف العربي الشرقي لكرة قدم حديثة متطورة بتنافس العالم وبتسيطر على الشكل العام مختلف الكرة السعودية مختلفة عن الكرة الانجلزية والاسبانية والايطالية شكل مختلف شكل جديد ليه روح معينة ليه روح مختلفة خالص ليه طعمه مزاقي اجمل بكتير طبعا اجمل بكتير الناس اللي بتكلم على الدور الانجليزي الدور الانجليزي في حتة والدنيا في حتة ولكن الدور السعودي برضو في حتة تانية خالص الفارق بعض الناس قلتلك ان الفارق فيه الصدارة يعني 12 بنت كتير جدا وما ينفعش يبقى في دوري قوي لان الدوري الانجليزي بينافسه ما بين نقطة ونقطتين وفيه ثلاث فرق بتنافس متنفسة يعني اسراع ما بين من سيتي وليفربول وارسنال وما توقف عليه على هفوة نقطة ونص نقطة طيب ما تبص للدوري الايطالي شوف الفرق كام حوالي برضو 12 نقطة الدوري الالماني حوالي 11 نقطة الدوري الاسباني حوالي 6-7 نقاط وساعتها يوصل 9 فهذه دوريات كبيرة دي دوريات كبيرة فالدور السعودي مزاقه مختلف وجميل جدا ورائع فيه اهتمام قوي شوية في النادي الهلال والادارة متماسكة وفيه عمل فيه تناسق وانسجام وعمل بيد واحدة في نادي الهلال قدت ان نادي الهلال النهاردة بنتفرج عليه انه هو يقبأ في منطقة تانية انه هو بيحقق ارقامك يا سيئ وده المطلوب من باقي الاندية انه يكون عندها النفس الروح دي وانا بقول لك النهاردة لما بشوف الشغل الجديد اللي حاصل زي ادراس الحربة الجديد اللي جاي لنادي الهلال في الموسم القادم وهو نجم المنتخب المغربي مش هنسفع عن اسماء دلوقتي لا اسماء هتيجي بعدين نجم المنتخب المغربي او مهاجم المنتخب المغربي جاي ان شاء الله بإذن الله الموسم القادم للهلال السعودي وجناح يمين وجماح الشمال جايين لنادي الاتحاد السعودي زائد حارس مرمى مميز وجايد جدا جاي جايردو بيختار في نادي الاتحاد لعبه معين ويعني فيه كلام ان جزيج مورنيو جاي نادي النصر السعودي فيه شغل بدأ يتعمل استعدادا للموسم القادم وفيه صفقة جاية لنادي الاهل السعودي برضو مهمة جدا رأس حربة من الطراز الاول هتكون جاية النادي الاهل السعودي فاذا احنا داخلين على مطحنة قروية ونادي القادسية اللي جاي ده بيقول لك افتحوا للتغيية نادي الصحفة العالمية بتتكلم عليه من دلوقتي فاحنا داخلين ان شاء الله باذن الله على الموسم الجديد بموسم بشكل رائع جدا اهتم ان يكون عندك ارضية واساس وتناصق وانسجام وانشغل بالموضوع ده كله عشان توصل وتعدي الهلال لو عاو يتعدي الهلال لكن هرجع اقول ان الهلال مثلا اه وصل للموسم الجينس وما وصلهاش وما داخلهاش وما استحقش ومحدش هتفرق عليه زي بعض الناس قالولك قالولك ان نادي الهلال داخل منسوع الجينس محدش هيعرفه زي الفريق الولزي اللي داخل منسوع الجينس قبل كده بسبوع عشان انتصار متتالي ومحدش عارف عنه حاجة الوضع مختلف لان الهلال السعودي او الدور السعودي اصبح دوري عالمي غير الدور الولزي او اي دور تاني وفي النهاية اعتمنى ان نكونوا بفقت في ان انا وصلت معلومة جديدة جدا في النهاية انتساش تعمل لايك واشترك في قناة وتفعل الجرس عشان اوصلك كل جديد ورمضان كريم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته